يا هلو يا غلبي كل قوة شو القوة اللي عنا اليوم؟ والله عطانا قوة قوة التقوى محبة القوة او قوة المحبة شو باتكم؟ محبة السلاح او السلام كيبا نستخدم هالقوة اللي عطانا ايها؟ شو هي القوة اللي عطانا؟ نقتل بعضنا قاينه هابيل عطانا الخيار وهيك كان في مرشد اسمه فريد وعنده تلميذ مريدين وكان في واحد من هالمريدين اسمه سليم سليم بيحب يجمع حجار وحطهم بيقوطف وجه واحد قال له ليش عم تستعملها الحجار؟ هيدي شيطان روح ارميهم انتبه هالمرشد طلع فيه؟ قال له اعطيتك قوي معرفة تستخدمه رح يخده منك هالاستنارة برجع لك ايها يومينها بالمتموت باي حق تؤمر انك تزدت له حجاره؟ هو شايف الله بهالحاجة وانت شايف الله بالبشر انترى الله في كل شيء بس اعطيتك قوي معرفة تستخدمتها اعطيتك قوي للتقوى لقلك طاعة لقلك ردله الحجار رجع الحجار قال له حطهم بيشار باوتك ومتل ما انت بده معبد هيكل قال له بكل حجر وقال له بكل بسمي وقال له بكل طاعة قال له انا عرفت عرفت انه في حدا عم بيحكيني مش انت بس حدا عم بيقلي تقرمي الحجار انا ما كنت بده يقرميهم هاي الفكرة اجت من واحد تاني قال له اجت من هالانسان اللي عنده شر انا اعطيته خير بس استخدمه للشر فاذا بس الله يعطيك سلاح ما تقول السلاح عليكم السلام عليكم هيدا هو السلاح الاقوى الجهال الاكبر اكبر الجهال وقت لحط السيف بايد الامام علي السيف الفاروق غير ما تحطه بايد هالمجرمي عطاك درة خير كيف تستخدمه وقت اللي بيعطيك درة شر عند اللزوم بتعرف كيف تستعمل السم وبتحوله من سم الى سم سم واذا ما بتعرف بيعطيك سم سم وبتحوله الى سم فاذا الحبيب وقت اللي فيت عند المرأة اليهودية بس اكل قالت له اشهد ان لا اله الا الله وانت نبي الله قال له كيف عرفتي قالت له حطة سم بالشم قال له مشان هيك ما تركت اختي يا اكلو وضل يشم ريحة السم بجسمه حتى هو عم بيموت مشان هيك اجت ستنعائشة وما شاركته بالعرق شاركته بالريق اخدت المسويك وشاركته هذا علم الواحد والصفر فاذا انه قتل عطانا ربنا هالقوة وهالتقوة وعطاني قال انا اقرب لك من حبل الوريد حبيب قلبي شو ما بدك بتقول تؤمر الامر لكل شيء قال اللي عنده ايمان اتحب دقرة القردل بيقل له للجبل زيح بزيح قال له بجيب لك عرش مملكة السبب قبل ما يرتضي بطرفة عين بس كيف منك تستخدم هالشر وهالخير مشان هيك اسكندر الكبير هو وميري قال له لوين رايح به السلاح ديوجين واحد من المستنيرين قال له بدي يحتل الهند وشوف امي قال له بتموت قبل ما تشوف امك قبل ما تحتل الهند شو نفع اذا ربحت العالم وغسرت نفسك ربي عطاك طاقة تتربح نفسك قال له بس انا مالك وانشحات قال له بس نوصل عالبيت منعرف مين المالك ومين الشحات شايفوا انه رجل عنده طاقة عنده سر عنده وحال قال له اذا في حيات تاني تاني مرة بحب ايجي يكون مثلك قال له لا تأجل الفرح أجل الترح أجل الحرب موش الحب الشمس بتأديك وبتأديني قال له شو بدك تعطيك قال له زيح من الفعل قال له كان عندي طاصة شفت الكلبة بشربة اللي كبية رميته كل يوم عنا خبزة انا كفات يومنا بس من الخوف ما نصير نطلب وأنا مثلكم فاركي بكرة لا فإذا هالرزاق عم يرزقنا إذا كان عم نعمل عمل حق رح يرزقنا وإذا عمال كذب من هلأ لازم يموت إحنا وعملنا فإذا نعم كل واحد منا تركه على طريقته استخدم هالطاقة وهالقوة قوة قوة التقوة